نبات الإشوجندة أو الجنسنغ الهندي الاسم العلم لهذا النبات هو الوذانية سومنيفيرا وهو من النباتات المعمرة التي تنتمي للعائلة البادنجانية السولانيسي ينتشر في مناطق حوض البحر المتوسط من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا امتدادا إلى أواصط آسيا يعتبر الجذر هو أكثر الأجزاء فعالة طبيا في هذا النبات أيضا الأوراق لها فعالية طبية لكن أقل أهمية من الجذور بينما تعتبر الثمار والبذور أجزاء سامة في هذا النبات يحتوي النبات بشكل رئيسي على عدد من المركبات الكيميائية الفعالة مثل مادة الوذافيريان A ومادة الفايف ديهايدروكسي وذينولويد R وكذلك مادة وذاسومنيفيريان E تحتوي الجذور بالتحديد على أغلب هذه المواد الفعالة بالإضافة إلى السابونين بينما تحتوي العزاء الهوائية على بعض المواد الفعالة كيميائيا بالإضافة إلى التانين وكذلك الفاتي أسد أهم استخدامات نبات الإشوجندة يستخدم نبات الإشوجندة في زيادة المناعة حيث يحفز هذا النبات الجسم على زيادة عدد كريات الدم البيضاء في الدم وزيادة فعالية الجهاز المناعي في الجسم كذلك يعتبر أحد أهم النباتات التي تقاوم نمو وتكون خلايا سرطانية إذ إن التجارب أثبتت أن مادة الويدان في ريان أي يقوم بعرقلة نمو خلايا السرطان من خلال إعاقة نشاط جسيمات البروتوسونز وأيضا تشجع موت الخلايا المبرمج بالنسبة للخلايا السرطانية أيضا لهذا النبات فعالية في محاربة التوتر والقلق ويستخدم أيضا في زيادة الخصوة حيث ساهم في زيادة هرمون التستيستيرون وزيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها نستعمل أيضا في تحسين الذاكرة حيث إن مركب الوذين اللويدز هي استيرويدات طبيعية تساعد على تحسين الوظائف الإدراكية وتقلل من بعض العوامل التي تؤدي إلى تطور مرض الزهايمر بالإضافة إلى ذلك لهذا النبات يقدر على خفض مستويات السكر في الدم وأيضا الكوليسترول والدهون الثلاثية ويساعد في علاج الالتهابات في منطقة المفاصل ويستخدم بشكل فعال في زيادة الكتلة العضلية طريقة استخدام نبات الإشوجندة يأخذ هذا النبات بشكل كابسول أو حبوب تحتوي على مسحوق الجذور والأوراق وبجرع تتراوح بين 250 إلى 500 ملغرام يوميا أو يأخذ بشكل شاي حيث توضع ملعقة من الجذور المجففة والمقطعة بكوب ماء مغلي وتترك لمدة خمسة دقائق ثم يتم إزالة الجذور المجفف من الماء ويشرب المستخلص مرة أو مرتين في اليوم المخاطر من استخدام نبات الإشوجندة نجب أن نعلم أن نبات الإشوجندة بعض المخاطر لذا يحذر من استخدامه لمدة طويلة حيث أن المدة المعتمدة للاستخدام تتراوح بين شهر إلى شهرين ويمنع استخدامه من قبل النساء الحوامل وأيضا النساء المرضعة كذلك يمنع استخدامه من الأشخاص المصابين بأمراض الكبد واضطرابات المناعة الذاتية كذلك يحذر استخدامه لأشخاص المصابين بذاء السكري والذين يستخدمون أدوية السكري بشكل مستمر حيث يسبب في انخفاض السكر في الدم وأيضا يجب على المرضى المصابين من خفاض ضغط الدم استشارة الطبيب قبل استخدامه كون هذا النبات يساهم أيضا في خفض ضغط الدم في الأوعية الدموية ونسأل الله صحة للجميع